بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلاب العزاء طلاب الصف الثالث المتوسط أهلا بكم وتكملة لما سبق من دروس الوحدة نستكمل يوم استراتيجية التحدث ثم النص الاجتماعي في نهاية هذه الوحدة ننتقل سويا إلى المراجعة والتنقيح المراجعة والتنقيح في كتاب التقرير عن نشاط أو اجتماع نشاط ما لجماعة الزاعة أو جماعة اللغة العربية أو تقرير عن اجتماع القائد بمعلمين المدرسة الاجتماع الرسمي يتطلق نظيمة كتابية كما اتفقنا وشفاهية هناك ثلاث مراحل لكتابة التقرير والاجتماع مرحلة ما قبل الاجتماع وهي تشمل أن يعلم أو تعلم الإدارة أو جماعة النشاط عن موعد اجتماع ما لجماعة اللغة أو لمعلمين المدرسة مرحلة الثانية أثناء الاجتماع يتم خلالها تسجيل الحضرين هناك بعض الأشخاص يحضروا هذا الاجتماع وهناك البعض يتغيب عن هذا الاجتماع ومناقشتها موضوعا موضوعا هناك موضوع نص عليها الاجتماع أو سوف نتابعها أو ما نتكلم ونتحدث عنها عيوبها وضرارها ومميزتها ونقف على الجانب المجرد كي نصل كي نصل إلى بالأمر إلى برنامات المرحلة الثالثة هي مرحلة ما بعد الاجتماع ننوقح ما بعد الاجتماع وما بعد التقرير كتابة التقرير يقوم بالتنقية والمراجعة كي الأمور التي اتفقنا عليها واقفنا عندها ونبنى عليها في المستقبل سوف نكون بعملها ثم ننتقل إلى النقطة الثانية الخطوات التحدث أثناء التحدث في أي اجتماع هناك خطوات لهم أولا التبسم والتحية في بداية اجتماع التبسم والتحية ووضع الجسم في شكل مفتوء والمصافحة حرارة عندما يكون في لقاء منذ فترة أو منذ مسافة من الزمن أو وقت معين يقوم بالمصافحة والتوصل بالنظر بدل الحديث مع الآخرين بنبدأ نتحدث مع الآخرين عن موضوع أو مضمون الاجتماع أو مضمون الموضوع الذي نتحدث فيه يكون بقول شيء عن نفسي بتعرف نفسك في البداية القائل أو مكرر النشاط أو مكرر جماعة اللغة العربية كما اتفقنا بقول شيء عن المشارك الآخر بيعرف الناس ويسنوا على الناس وبيحلم الناس ثم ينتقل المحاوزة على استمرارية الحديث بالتكلف في الموضوعات المفضلة هنختار الموضوع المفضل أو الموضوع الذي يوجد فيه نقاط الخلاف الذي وقفنا عنده ونتحدث فيه لا نفرع المواضيع حتى نصل إلى طريق أو مفتاح معين لهذا الموضوع في نهاية الحديث من الحديث اختار الوقت المناسب عندي نهاية الحديث باختار الوقت المناسب للانهاء واعطي اشارات دي التمهيل لانهاء الحديث في هذا الاجتماع بيه والتأخد على الاستمتاع بلقاء المشاركين يجب ان يكون هناك ود وترحيب واستمتاع من الموجودين بهذا العمل كي يسود جو الحب والرحمة والرافق والوصول إلى نتيجة معينة ثم ننتقل إلى هذا هو فقرير يوضح في نهاية تقسيم أو نتائج الاجتماع الذي كنت بعود أو يعود المكرر التقريب الذي هل قد توصلنا في نهاية هذا الاجتماع إلى هذه النقاط أولا التبسم والتحية هنقول ممتاز مثلا كان هناك الانتصار بالنظر مع المشاركين نقول مثلا جايد جدا الإماء جايد بدل المشاركة ممتاز طرح سؤال ممتاز مثلا احترام رغبة الاخرين كان جايد جدا هناك رغبة الاخرين تسليم الدور من المتحدث الوقت كان ممتاز القدر على تغيير الموضوع انا اقول يعني جايد اختيار اختيار الوقت المناسب لأنها حديث يجب أن يكون هنا ممتاز اختار الوقت المعين أو المناسب لإنهاء الحديث في هذا الاجتماع ثم ننتقل إلى مغزة أو أنوايا درس اليوم وهو النص الاستماعي كراءة واستماعي فالعال الالكترونية هذا هو الصورة المعلوماتية تتحدث عن العال الالكترونية ما هذا الحصمة ما يسر الحروف التراسل الإلكتروني التجارة الإلكترونية لأعمال الإلكترونية الحكومة الإلكترونية التعليم الإلكتروني التدريب الإلكتروني نرى أن العنوان واحد هو التركيز على الإلكترونيات النشر الإلكتروني الدليل الإلكتروني ولكن هذا يجب له أن يكون له ضوابط شرعية كما نص الدين والشرع كي نتحكم في هذه الصورة أو الصورة الإلكترونية أينما تجهد سمة حواسيبه ووثال الاتصال وأجهزته نعرف شيئا منها وكثير لا نعرف هناك أشياء كثيرة نعرفها عن السورة وهناك أشياء لا نعلمها إنها بالحقيقة وهو ستة تقنشرات في أرسل الإكتروني إنها جوات اقتصادية المعرفة هي فتحة بين المجتمعات المعرفة والطلاق والفكر والحديث والترابط والتواصل فيه وقت قصير فيه وقت موجز ورأس المال الفكرية إنها وسائل رأس مال هي وسائل رأس مال للفرض وللمجتمع تماما كما كانت الآلة وحفرات النفط العملاقة من سمات عاصر رأس المال المجوع كما كان النفط من الرأس المال أصبح لذلك الصورة المعلوماتية من الصروة الحقيقية للمجتمعات ثم ننتقل هذا كما في النص اقرأ النص وننتقل إلى آخر الصورة في النص كم النص مع نفسك ما هي أهمية العالم الإلكترونية في حياتنا إيه أهمية؟ أهمية العالم الإلكتروني في حياتك هي تواصل بين الفرض والشعوب والمجتمعات ولكن هناك ما هي الضواب الشرائية للعالم الإلكترونية؟ يجب أن يكون هناك ضواب الشرائية كما التفقل نرى في الصورة هنا اجتماع يمرقص لنهاية هذه الاستراتيجية والرسل أو التحدث القائد معه بعض المعلمين يتحدثون عن الصورة أو الصروة المعلوماتية التي في عصرنا هذا وينتقلوا إلى إدارة حديث شيء وممتع كي يتوصلوا في النهاية إلى الأمور المتفق عليها إلى هنا قد جئنا إلى نهاي درس اليوم طبتم ودمتم في أمن الله وأمانه لو معكم أي استفصال متواجد معكم على منصة مجمع مدار الجيل المستقبل الأهلية برانيا دمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته